السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصفة جديدة على القناة بعد ما ادرنا الخبز كيف ما شفته دركت الخبز في المقلاة ديال الطاب اليوم غادي نديرو كيكا كيكا بالقمح الكامل او انا خدمت بالفارينا ها ديالشكل ديالكيكا اللي خدمناها فقط بالدقيق ديالقمح او فارينا نخدمس فارينا الصراحة اللي بغي يخدم بدقيق القمح يقدر يخدم به عندي فارينا فاخدمس بها مشوطة مغرب الله اه فكتجي الكيكا بحل هاد الشكل هادا كيف كتشوفوا هادي الكيكا جات سزوينا رطبة شيشة فكتجي رائعة وغزانة هاد الكيكا هادي اه غادي نلتقي باش نشوفوا المقادير دياله هاد الكيكا اللي غادي تجيكم فنفن فنفنة بزاف كمرحلة اولى والحويج اللي كنديرو باش نسربيو الخدمة وما تجيناش الخدمة اه تقيل علينا بعض المرس كنكونوا بحكاتين فكننا اخدو هاد مول بسنا في مول العجيب كننا اخدو اي مول عندنا شوفوا انتم ما حسب المول اللي بغيتو الكيكا في كيفاش بغيتو اخدو اسمون العجيب انتم بشيت زيت رشيتو ايضا بالدقيق ديال فارينا منسبة المقادير عندي خمسة البيضات عندي اه جوش كيسنتا السندة اخدتنا السندة اه بوين السندة الحامرة او الكاسوناد اخدت جوش كيسنتا على الدقيق ديال فارينا اخدت قرسة الملح جوشة شياس فاني جوشة شياس خميرة او جوش كيسنتا ديال الزيت هاي الدقيق ديال فارينا كيفاش يدير اذا كيكا بدون فرص ما كانش الفرص نهائيا ما ريش نديرو الفرص في هذا الكيكا اذا غدنا اخد البيض اخدت غنزيد عليها الملحة غادي نزيد الفرص غنزيد سندة نقدر استعمل السندة اخرى انا عندي هاد السندة هادي لان ما بغيتش الكيكا يجيني حلوة بزاف كيف كان عارفو هاد السندة او الكاسوناد كتكون نقصة شوية في الحلاوة على السندة الاخرى العادية فانا بغيت نقص منها من الحلاوة شوية فادك شي علاش خديت هاد السندة هادي فغادي نديرو هاد هاد السندة او طبيعة الحلاة او دقيق ذا الفرينة انه غادي نجي كل شي يتله هايجي مغايا هنغنطربه نطلعو الكيكا انا مزيان قنطلعو الكيكا البيض عفوا قنطلعو البيض مزيان عاد كان نزيدو اا الزيت انا زيدو جوج كيسن طه الزيت غادي نزيدوه الضغط نضيف في الأول ثم نضيف الضغط نضيف الضغط نضيف ثم نضيف نزيد معه جوج صاشية تاع الخميرة. وغادي نبدأ نقسم هاد الخليط تقريبا على ثلاثة المرات. سنزيد كل مرة نزيد واحدة التولوت حتى ندمج الدقيق مع الخليط تاع البيض. طبيعة الحال الفران نخليه يسخل قبل. اه درجة الحرارة مئة وثمانين درجة نبيل مئة وسبعين مئة وثمانين. نشعله فقط غير من التحت. اه بالنسبة اللي عنده فران ديال اه الغاز كنديره عافية مهيلة. وكان نشعله دائما العافية غير من التحت. كنمشي بهالطريقة حتى كنديرو الكيمياء ديال الدقيق كاملا اللي عندنا. وهو كنمشي وحتى كنكمله كل شي. هذه الكيمياء وكنشوف هالطنصي وطنصي وكنشوف اه الكيكة ديالي اهو الخليطة ديالي. واش? صاب? انا بنسبة لي كملت درقة دقيق لعني درجة جوش كيسنتها على دقيق. جوش كيسنتها على العنبها في طبيعة الحال فانا كملتهم ولكن. هادي نشوفه الدقيق ديالنا وش كيشرب ازعف ولا ما كيشربش. كنمشيه لحسنه الدقيق ديالنا كيفاش دالك. نقدروا نزيدو. نقدروا منزيدوش. منسبة لي اهنا زلتنا واحد جوج مع القاتل على الدقيق. لديك الكيمياء اللي كانت عندي ديال جوج كيسان ديال الدقيق. ودبا قادي. وغادي نكمل. الخلط ديال العجين. تاكين دامج مزيان. باش نديرو فقط. ده بصف لا بقي لي واحد المرحلة نسيت عندكم عندكم نسيت واحد المرحلة. صافي الخليط ديالي وجد. هاد الشكل هو اللي بغيتو يكون عليه الخليط. اذا رسلنا هاد المرحلة اللي كان زيد انا واحد المعلقة ديال سواء ديال الخل او ديال الحامض. المهم ان اختيت انا واحد المعلقة ديال الخل ديال الحامض اللي اختيت. وكن زيدها في اخر مرحلة. فهد الحامض هو كيزيد كيعطي واحد لهشاشة وكيعطي الكيك ديالنا كيجي يزوين وكيجي طالع. اه بالنسبة لها الخالد ديالنا صافي وصل كيف ما بغينا. ده با غادي نخبيه في المول. كيف ما قلنا الفرن راه واجد. اذا غادي نديرو الخالد ديالنا في المول. وغادي ندخله الفرن. ونخليه طيب. حسن كتابلنا الكيك ديالنا طبيعة الحال كان عارفو الطريقة. فاش كان عارفو الكيك كيفاش كاي طيب. كنخشو في شي حاجة شي ويد او مص او شي حاجة. باش كي خرج لنا نشف كان عارفو الكيك ديالنا صافي ووجد. اذا نلتقيه بعد ما اطيب الكيك. الكيك ديالنا بعد ما اطيب. هو هذا هو الكيك ديالنا. طيب محمر جازوين. اه ذاك اه. لك اصناد زادته توا وحد اللون مع ذاك اه دقيق. ديال اه. ديال الفرنة. هنا اخذت هنا واحد مئتين ميلي لاتر ديال لك خيم اه فخش. وزدت عليها الكاكاو ما بينجوش معلقة الثلاثة ديال معلقة على الكاكاو حسب الكبر ديال المعلقة ديال كومال المعلقة ديال لاني ما كبيراش بزاف. وزدت معلقة كبيرة عامرة ديال اه اه اما انشا وي اه اما البودرة ديال لك خيم باتيسيا. ونضي اللحة بالحلاوة. نزيدنا واحد جوج معلقة ديال ساني دا. وغادي المواد كاملة غادي ندمجهم بضياتهم. في حالة ما عندناش لك خيم باتيسيا نقدر نديرو الحليب. ماشي مشكل. اه اه نديرو غادي ندمج هاد العناصر كاملة بضياتها. عاد غادي تتم ما كيبقوش في اه لا حبيبات لولو كيكل خلط ديالنا كله اه متخلط مزيان وما ما خلاش لنا دوك الحبيبات. عاد كنشال على العافية وكنخليه طيب حتى كيعقد لنا هاد الخليب. فهاد لك خيم اللي غادي نصوبه هادي هي اللي غادي نديرو في هادك الحفيرة اللي كتبقى لنا ديال المول العجيب. فغادي نقام معها بشوية بشوية عافية مهيلة وكنخليه حتى كيعقد لنا كيعقد لنا الخليط. هاد هو الخليط بيع المعقد. يلا كخيم مينشاو قصداء الطارية. بخخم فخش. من بعد هنا زدت اه شكلات. قدرت هنا شوكلة unos ولكن مشلتي إلى اللقطة كنت نصور صحب راسي كنت قد نصور لكاننا. زدت هنا شكلات. اه أنتم ما زدوا الشكلات اللي بغيتوا. انا secular هاد النوعين دي الشوكولات كيعطي لده وكيعطي ما ضعق زوين الحلويات هوا الشكل يالو تيكون على الشكل دائري اه بحل الاسطوانات دائريين فاد درت هاداك الشوكولات وقل خليت كي يدوب مع هاداك مع هاداك مع هاد الخليط لذرنا دي لهاد لعكخيم تاكين دامج لنا الشوكولات مزيان صفي وللاشارة بغت نقول لكم واحد الحاجة بالنسبة للحلوة ديالة نالكيك بما انها مصوب من فارينا فهو كيجي شوية ناشف او كيجي شوية ناشف اللي بغا يسقيه من اسقيه. انا هنا ما اسقيت هو الكي يجي ثانية الاد ويجي زوين ويجي كيجي ديك السقوات لقد دخل مزيان مع الدقيق ديل القمح او الدقيق ديل فارينا كيدخل معه مزيان. يعني نقدره كيف ما نقدره نديره لدي القمح ونشطه مزيان كيف من قدر نديره ضيق تها الفارينة. اه ضيق دي القمس هنا كيجي شوية ناشف كسر من دي الفارينة ولكن فارينة هو كيجي شوية ولكن سمحولي كترسع لكم من و لكن غير هو اللي بغا يسقيه باش مرسوي سواء بلقه هو سواء اه باي سقوة اللي كتعجبكم. صافي كان عمره هاد اللي درنا بالشوكولة. وكندير تزيل هادوك الجوانب هنا يختاري تنادر تنزيل كندهان هادو الجوانب الكونفيتور او الناباج حسب اللي عندنا او العسل او مهم كل شيء اختياري. من بعد مني كندوز هادوك الكونفيتور على الجناب. كندوز هادو الحبيبات دهبيين. كندوزهم على هادو الجوانب ديال هاد اه الكيك. فقط لتزين وكيف ما كان قوله تزين كيبقى اختياري قدر نخلي ما بحال وكاك. ما كنتش مشكل قدر ندير فيها شيخ طيطاس بحال شكل اه ميل في كل واحد غد يقدر اه 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 اللي يبغى اه هنا ونزينه هنا الوصف بهبيبات الشوكولة. حتى هادو الشوكولة اه 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 غيش. باش كن ناخده كنتضوقه فعلا مضاق دير للشوكولات. شي حاجة ديرينا في الضرم الاحسن ديروها اه بمواد اللي كتكون اه زوينة وكتعطي مضاق رائع. صافي وفي الاخير غاد نزيد واحد نجيمات باش نبقى في هادو كما بين هادوك الحبيبات الصفر اللي درس غا ندير ايضا نجيمات دهبيين. الوسط مش غاد نكمل تسينين. ها بها كامده نستفدو كنجيمات بطريقة عشوائية. ممكن زين هادو الحلوة ديالتنا او هاد الكيكة ندرنا بآ بفارينا طقيقة فارينا فقط بدون فرص. فعلش الله نديرو شوية تغيير مرة نديروها بالفرص مرة نديروها بالاش مرة نديروها كل مرة نديرو الكيكة ديانا بآ مختلفة على الكيكة كل مرة نديرو شوية الاختلاف فعلش الله. اذا الشكل نهائي ديال الكيكة هو هادا كيف ما كانت شوفوا. كانت منها انها الكيكة تعجبكم. فهي كيكة اللي كتجي زوينا وكتجي او مختلفة. لانها ذا مدرناش دقيقة الفرص. آآ تحية طيبة ماني لكم جميعا وكتمنى ان هادا الكيكة تعجبكم. فهذا اقصاص بتوعكم تقاسم. سمعكم هادا شو مرة كان غامت في المرات كان بقى. كان خرب اقفلها دران. شوفوا اللون ديالها كيف الشجا عجبني اللون. نجا زوين زوين بثاف. فهدي هي الكيكة ديالة اليوم. ان شاء الله نتقيوا ان شاء الله في وصفات قادمة. وان شاء الله يعجبكم الوصفات اللي غد ندير باذن الله. ونتقيوا في القريب العاجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.